نهاردة هناخد ايه? نهاردة هننتكلم على الحاجة الجديدة اسمها الانترفيس. ايه هو الانترفيس? او الاتفاق. مش معنى? تعالى نتكلم على الانترفيس. هو برعا حاجة فيها بس. يعني بقول مسلا ان اه يعرف يمشي. يعرف يجري. يعرف يغير. فهي حاجة ليه علاقة الفنكشنالي دي ملعاش علاقة من ايه? فهو بدل المشكلة كانت الرئيسية هما ليه عملت لان ما كانش فيه فانتبول انهاردة. يعني ما فيه فانتبول انهاردة ناسا. نقول لما ما نفعش تنهاردة من كده ايه? كده كلاس صح? ليه ما كانش ينفع تنهاردة من كده كلاس? على نشوف. عندي كلاس اهو اسمو بيرن. وعندي كلاس تاني اسمو بيرن تو. ده كواه فاري بالاسمو اكس. وده كواه فاري بالاسمو اكس بالصدفة. ده كواه فاري بالاسمو اي. ده اسمو زد. بعد كده فيه هنا فانتبول اسمها اي بي سي. بتكترب الاكس في الواي. لكن انا عنده فانتبول اسمها اي بي سي بالصدفة بيرن. بتجمع الاكس زيز زد. لو انا جيت ورفت من ايه اللي هيحصل? مش كده من الكلاس دي حينزل لها اتنين اكس. مش كده? مش طبعان متخلقنا بينهم. لانهم نفس المستوى مش كده? وحينزل لها ايه. وهي وزد. وهينزل لها مرتين? طب يعني ايه بقى? بزنف ازاي. مش كده لاغوا المنطب الرجالة. ما فيش حاجة اسموها المنطب الرجالة. عشان المشاكل دي ما تحصوش. طب هو قصة سودة كده. بس فيها ملطب الرجالة. كانوا بيحلوها بطرق اخرى يعني. بس هو المفروض ان ده كده ايه? ولازم تاخد بالك ان انت يعني شغل انا ايه? كده بس ده شغل. طب الحل ايه? قال لك لا خلاص. مش هعمل مش هنعمل موطب الرجالة بس. بس الاندرفيس ممكن هعمل منه موطب الرجالة. مش هنعمل. الاندرفيس فارق ايه المخلاص? ان اولا مفوش ميمبر باريوس. مفيش. يعني اولا في اكس ولا في ايه? منفعش ده فيها ميمبر باريوس. دي اول اختلاف ما بين يعني لو حد سأل لك اين فارق ما بين الاندرفيس والكلاس? اهم فارق هو ايه? ان الاندرفيس فيه ميمبر باريوس لكن الاندرفيس مفوش ايه? ميمبر باريوس. الحاجة التانية. ان الفونكشن بتاعته كلها استراكت. يعني ما تنفعش تعملها ايه? كلها ايه? استراكت ايه? فونكشن. يعني مرهمش باضي. من الاخر. طب لو عندك دول اندرفيس مرفهمش كده كده ميمبر باريوس وفيه فونكشن اسمه اي بي سي. هتنفرق معاك ساعتها? هداخد اي واحدة فضاء اصلا. انت عاني لقى بايه? براحطة. فعش كده ممكن اعمل ما سمعهش انهارت. اسمها ايه? لسا مو ايه انترفيس. لان انا قلت انه مفوش في فونكشن اللي يبسه. مش كده? هو فيه شوية فونكشن. انا بقول مسلا ايه? الجري. او المشي. المشي يعني لازم يطلع قدام ويلف يمين ويمشي شمال. صح? دي كلها فونكشناليتي. فانا بقول مسلا بان ادم ايزال مشي. او الا بيعرف يمشي. بيتعلم المشي. عش كده بقول implement انترفيس. لكن بنقول ايه? كنت لأ. لانها فونكشناليتي. انا بيعلمهم مش ده مش كلاس. مش حاجة بتوصفه. ما فيهاش. فمجرد ايه? عشان كده هم سموا التعامل مع او لان انا اورس من انترفيس او مش هو رئاسك. هو اتعلم للانترفيس او باتعلم الانترفيس لازم يكون عندي بتاع الانترفيس. عشان انا عارف هامشي. لازم اعارف هامشي قدام وورا او يبينوش معلوه. صح? فهو لازم اعلمه الفونكشناليتي بتاعه. فدام هم 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 ستعامل كده لازم يعملهم ايه? implementation. با هو لما بي implement انترفيس لازم يكتب الباضي بتاع كل الاربعة فونكشنالي اللي موجودين في البانون بتاعه او الانترفيس بتاعه. بيقولوا عليه الانتفاق او الانتفاق او العد. شمعني? لو انا عايز اجبر حد معين على انه يبعثلي عنده فونكشنز معينة. اكبره ازاي? فانا بس انا عندي فونكشنز اسمها تست. ايش? اعيز اجبر الناس معينة انها تبعتليك بفونكشنالي اللي تسمعين. ايه ربعت اعمل انترفيس? فيه الفونكشنز اللي تريحي? وارح ما خلي دوت واخد الانترفيس. يبا كده اي حد هيقدر اعمل فونكشن ديك ولا لازم او يهولز في الانترفيس اللي او صح? مش لازم عشان ده يبقى البيانت عشان يقدر يشاور على اللي تشاور بيتو. فلازم يهي خلي يبقى انا هايقبيره كده لو عايز تتعامل مع الفونكشن دي لو زمعت روح ايه? ايه? انت فيه? طيب ايه هي وبالتالي هيبقى عنده الاربعة فونكشن عشان ايه? اشتغل عليه. وانا جوه اللي هنا حبد انده على الاربعة فونكشن لانا ايه? محتاجهم. كل واحد ما طبقته. طهلا نفط شوية تمثيل. ايه الفاعل ما بين الانترفيس والاستراكت تلاسه? ها? طب ايه? ايه الفاعل ما بين الانترفيس والاستراكت تلاسه اللي جواها بتسراكت. هو ده الاساس هو ده الاختلاف الرئيسي. ان الانترفيس ما فيهوش ميمبر فاريبولس. ما لهم? كده كده ما نفعش غيابهم. وبالتالي ما نفعش تحط ايه? اكسس موليفار اصحي. ممكن تحط اكسس كده انترفيس ريفرونس طا volcan. ها? كل حاجة ريفرونس طا hobo معادة و الاستراكتور والينامب. عند الاستراكتور وييه? و الاينامب. لنجب جديد نوع اي حاجة? طبع. نفس فكرة. فامضطر اشكالي بقولك هو تفاق. اني عايز تتعلم معي لو صباح تتعلم. ده مانوش علاقه بالانترفيز اللي هو الشكل يعني. ده الانترفيز ده نوع موجود اسمه انترفيز. فتعلم نعمل انترفيز. اد. نيو ايتم. هتلاقي من انواع حاجة اسمها ايه? انترفيز. جرال عادة احنا ما نيجي نسمي انترفيز نبدأ بحرف الاي. مش هنعرفه ما ده ايه? انترفيز. فبقول له اي. مسلا هنقول موفابل اي موفابل. يعني ينفع يمشي. ينفع يتحرد. اي موفابل. وهتلاقي دايما اسمه فيه فانكشن. موفابل. فلايابل. مش عارف ايه. وهكزا. هتلاقي كلها فيها حاجة ايه? لا علاقة بالحركة. لانه هو عفانكشن. فهو اي موفابل. ادي الانترفيز. بيبقى انترفيز. بدل كلاس باكتب ايه? انترفيز. نفسه نفس الكلاس بياخد انترنال الديفولت. ممكن اديله مابلك. يبقى الحاجات اللي ينفع نكتبها جمع بعض اربع حاجات الحقيقة. كان ايه و ايه و ايه? كلاس. استراكشور. انترفيز. و ايه نم. هما دول الاربع حاجات اللي ينفع الكتبه برا. وينفع طبعا جوه الكلاس اعمل انر كلاس و انر استراكشور و انر انترفيز و انر ايه نم. يعني احنا خدنا الانر كلاس و نفس الكلام ينفع على ايه? ايه موضبول. ها? جوائي. فورد و باكورد و مش عارب ايه فيه اربع فونكشن. ماش كده? ويد. ينفع اكتب بوبليك. تعال انقرب. بوبليك. فورد. بلد. يقولي ايه? فيها موضبول. موافار ينفعشاء Nextive Public. ليه غال? اصلا انها اصلا كدة كدة ما بتاخدش Access Modifier. لانها لازم تبقى Public. مش معنا لازم تبقى Public. لانه كده كده حيملا اي و يبقى اي و لازم احد يشوفها. او لو عملتش حاش Public يبقى وهي يغلز منها. مش هيبقى شعيفها يبقى لازم تبقى Public. طيب. فانا الحاجة اللي لازم تبقى بكس موضبولة ايه و معاد lengths by님 يشاهد. طيب. فورد. فورد. حيعمل حاجة? اكيد ما اعرفش. وبالتالي هي لازم تبقى اكون لها ايه? ابستراكت. بكتب كلمة ابستراكت? لا. هي بايد فولد برضو ايه? فانا ما معلاش ايه? وكده كده بقى ايه? بكتب اسمها وخلاص. بايد. باك. وهكذا كمل بقى اللي انت ايه? اعيزه. ويه? وليفت. كده با عندي انترفييس اسمه ايه? اي مو. قول. من هنا اعرفها اسمها Fehlered function U Harry龍. هم ا Credit. هم اتقدر هنا ايه? اكيد. نعم coins. هذا الاسم. ممكن من نهير. ممكن تعد ايه بي سي حيرضه قال لي ايه ماشي طبعا قال لي ايه الفيرشول ده الفيرشول كمان ولا الفيرشول ولا الابسترك كان موض بي ايه ماينفعش ايه ده حتى الفيرشول اه ليه كده كده هعمل ليه ومايمبليمنتيش الفيرشول دي ماعمل ليه مش هعمل لها ايه طيب لو جيت قلت له يرضى يولا ايه كيرضى ولا قال لي ايه مافيش مين بس بس هو كده ايه يا راضي ما عندوش ايه طبعا يرضى ليه يرضى من كده كده هعمل لها فهيقدر يشوفهم خلاص مفيش مشكلة في الانترفيس الانترفيس هو قال لك انا ما تحطيش اكس موديفير خالص لانه كده كده لازم ايه هيعمل لهم حاجة وهيكتب الاكس موديفير وهيزبطوا هعمل كل حاجة في الانترفيس ده نفسه ملوش ايه ملوش لازمة هلا انا قد لكارية object من الانترفيس يعني ايه object هو functionality ما ينفعش طبعا بس ينفع كده ريفرنس من الانترفيس اكيد يعني ينفع عامل كده تعالى نخلي ده بقى ايه هو المين واجي هنا اقول له ايه مين ينفع هنا ايه اقول له ايه اسمه اي ينفع كده فيش مشكلة لكن ما ينفعش كده ما ينفعش اقول له لكن ايه ينفع كده ده الفرم بين الرفرنس والobject زي اما كنا عاملين ابستاكت كلاس امبارح او الامبارح مش كده وعملنا منه array of references فهو عامل array للرفرنس بس ما عاملش object وخلينا كل الرفرنس ساور على object من الـ child store فانا ممكن برضه هنا اخلي الرفرنس ده يشاور على اي حد بimplement الانترفيس نفس فكرة الانهارتنس بالظبط فعنا نكمل الـ i-mobile ايه تاني عايز اعمل كمان واحد انترفيس كمان هلا نعمل كلاس غير ده بقى اسمه خليه entry point ونعمل كمان ايه كلاس هنسميه car car بتعرف تنشو الا يبقى المفروض انها ت implement ايه 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 مجرد ان انا عملت كده هيقول لي build هيقول لي ايه لا انا ااسف العربية دي لازم ت implement اربع functions هم left و right وباك و ايه وفوقه غصبا عنك لانهم هكي انهم abstract function وبالتالي لازم يعملهم ايه implementation فانا مجبر ان انا عملهم ايه ممكن افضل اكتبهم باديه ايه او هتلاقي بقى مساكل لك الدنيا فيه علامة كده تحت بيقول لك ايه تحبت implement ال interface دوت بس لاحظت ان فيه طريقتين لل implementation في حاجة اسمها implicit implementation و حاجة اسمها explicit implementation انسى ال explicit دلوقتي خلي انا اتكلم على ايه ال implicit اهو رو عملي ايه عمل الاربع functions وكل function جواها سطر كده مش فاهمينه هناخده النهاردة ان شاء الله ده ايه بس المهم ان هو عمل الاربع functions وعملهم ايه public صح ايه ينفع بيارة من public هليها private انت عانجرب كده build build ينفع قال ايه can not implement an interface member because it's not ايه public ما ينفعش تعملها ايه private ليه ما ينفعش مش احنا قولنا هو contract اتفاق عقد بقوله لازم اللي هيبقى عنده الاربع functions طب انت لو خلقت واحدة منهم private يبقى كده بقى عنده الاربع ولا شايف انت بقى بس يبقى ما ينفعش خليها private فانا لازم اخليها public طب جميل ها اكتب فيهم اللي انا عايزه بقى خلاص ايه عمل اللي انت عايزه جوه عايزين نعمل ايه بقى خليها مثلا بتعمل تعال خليها بتطبع خليها بتطبع console dot right line وهنكتب هنا انها ايه car ايه خليها console dot right line car right فمين فكرة ان ايه بقولك هي اي حد بيتحرك لازم يعرف اتحرك مين واش مال قدامه وار انت بقى هتعمل كلاس عربية قولي انت هتتحرك قدام ازاي الورقة ازاي وين من ازاي واشو وين ازاي هتعمل كلاس اا اا قطة بقى هتقول لها برضو بتحرك مين ازاي واشو هالا قطة بتحرك مين زي العربية اكيد لا اكيد طريقتها في الحركة مختلفة وبالتالي هاعلم القطة ازاي تتحرك برضو ازاي تتموف وبعد كده لو انا عملت اه فونكشن خارجية وعايز اقول له انه لازم يعرف يتحرك الفونكشن اسمها يركن فحخليها بتاخد الاندرفيس اللي هي اقيمة وبقول لازم بيعرف يتحرك عشان يعرف يركن وبالتالي لو اعدتها عربية حركناها بتطريقتها عندها على الرايت والليفت والايه لان فيه دايناميك بايندنج هيحصل بالمناسبة هي كانتها يعني في الاندرفيس هي ااكنناها وبالتالي هاي كانتها avanzzzzzrack وبلتالي هي ايه صغ police باعмиك بايندج هيشتغل هيشتغل. فانا بقول له غلاص انت فيه فونكشن بتاعت الراكن تبقيت لي اي حاجة بتاعرف تحرك قول له ازاي بعت لي اي حاجة بتاعرفت تحرك ان انا بعت له اي ايه ايه all reference فقول له وعايز يبعت لي عربية يبعت عايز يبعت قطة يبعت عايز يبعت طيارة يبعت لايش دعوة المهم Nirكون عندهم ايه عندهم الاربع فونكشن ازاي يكبير انه عندهم الاربع فونكشن انه ناخد الانترفيس وبالتالي بقى هم مكبارين انهم ييمبليمنتوه عشان يبعتوا الفونكشن دي فانا جيت اهو كملت عنا ناخد copy paste back ده اسمه ده for وده back خلصت كده اهو لو انا جيت قلت له كده equal new car ينفع ولا? ليه ينفع? عشان بت implement interface وبالتالي ينفع يبقى ده كأنه الparent بيشارع على الاربع هي نفس الفكرة فكأن ده parent بيشارع على العربية طب لو جيت قلت له i. left ولا فور ولا بتاع? حين ده على مين? على بتاعتي العربية فهيتطلقه لي ايه? هيتطلقه لي ايه? car four مش كده? طلقه لي ايه? لو قلت له يبقى انا لو عايز اعمل function اجبيره فيها ايه public static اسمها void اسمها park بتاخد مني عايز اقول له انه لازم يعرف يتحرك فانا هقول له ازاي? انها بتاخد اي ايه? اسمه اي حاجة وبالتالي بقى كده يقدر يبقى لي عربية يعني يند على park ويبقى لي new car او يعمل عربية ايه? new car car اسمه سي ساوي new car ينفعي بعد park ويبقى لازي هي هي نفس الفكرة? لو عايز بقى بعد كده park ده عايز اعمل ايه? والله عايز اتحرك يمين وشمال هو ده اللي يهمه فحينطلع قدام وره يمين يمين ايوة لغاية ما ايه يغبط ايش كده? right left لغاية اهو حركنه ازاي بيعمليش ده اه هو عارف طريقته في الراكل. اه. 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 مش فرقة. تفرف ايه ما هي? دي مش معناها ان انا عملت من نوع اي موفوبل. اه اسمه اي بيساوي سي هي هي او لا? يعني اما كنت عملت كده وبعدت الاي كده هتفرف حاجة? هي هي اه. ما انا بعرف ذلك والاساويب اللي مبعوط. اللي مبعوط حيتحط فيها. نفس الفكرة. فالانا كده برقيتش شغل دماغي هو ايه اللي مبعوط لي? انا شغل دماغي ما عنده الارباة فانكشن فانك هتعمل مع الارباة ايه? اش كده بيقول ده contract انتفاع. يا جماعة اللي عايز يستغم من الفانكشن دي ياريت يبقى هو ايه ايه? يبقى بيعرف يتحرك يبقى بي implement الانترفيس. طبعا انا عملت عربية حاجة تانية اسمها cat. add clause. اسمه cat. هل cat ده هيقدر ايه يتبقى ايه? تعالى كده. cat اسمها c one. بتساوي ايه? cat. وجيت قلت له park المين? للسي وان? حيرضى? لا ليه? لان ده مش parent لده او ما بي implementش الانترفيس. هو بالتالي ما ينفعش ايه? تدعك. طب الcat عايزة تدعك. عايزة ابعت الcat اعمل ايه? يبقى لاجه مهروح عالcat عشان ايه? ايه? ايه موجود. فانا كده بقيت متأكد ان الcat عمدها right و four و left و مش عارب ايه? غصبا انا اه 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 او مش هيرضى غير اما عمل لها ايه? يبقى كده بقى اكيد عمدها ايه? الاربعة function. يبقى انا جوة function كده بقيت طبعا. build build. تمام? ما بتدوش مشكلة لو رانيت طبعا ايه? هيزع علشان احنا ايه? سايبين الكلام ده جوة. فلو بعد كده دلوقتي هيطبع حاجة? ليه? لانها الفنكشنز فاضي انا متعملش حاجة. لكن لو بعد كار كان هيطبع مرتين واحدة right واحدة left على نبعة c. ربنية التانية هيتبقى لي ايه وايه? قدام بقى سيلي هنا? يبقى تاني الانترفيز هو عبارة ايه? هو عبارة عن مجموعة من ال function. هو functionality. وهو والله اللي عايز يعرف يمشي المفروض يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. اللي عايز يعرف يطير المفروض يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى عنده functionality ديه. في اي حد عايز يتعلم الطيران ييمبليمنت الانترفيز ولازم يقول لي على الاربعة functions دول او على خمسة functions دول. لازم يقول لي هيعملهم ازاي? ماشي? ونفس فكرة هو كل ال functions اللي جوة لما يعمل الانترفيز كل ال functions اللي جوة ملهمش بوضي لانهم abstract. كده كده ملهمش access modifier لانهم لازم يقول public. وتكتب اللي انت ايه? عايزه في الانترفيز. فاحنا عمل له انترفيز هو في اربعة functions كل اللي عمليه بقوله ايه? زي بتاع الفنكشن بس بقوله شكل functions اللي عايز موجود ايه? بترجع void بسمع كذا ما بتاخدش حاجة. بترجع انتجر بسمع كذا بتاخد اتنين انتجر زي ما انت عايز. تعال انا اعمل كمان واحد. انترفيز كمان. add new interface. مراتي احنا سميه if liable. اي ايه? flyable. يعني بيعرف يطير. ايه. بس قبل ما implement تعال الاول ايه? انا هعملها جوه باديه وبعد كنا نبقى ايه? انا الجوهة نفس اللي ايه? for back. وright. و left. وهيزيد عليه اتنين function كمان فوقه ايه? up. وايه? و down. مزبوط. اشتيران لازم يبقى بيعرف ههم كل دول. لازم يبقى بيعرف قدام وورا ويمين وشمال وفوق ودحت. عشان يعرف ايه. وبالتالي بقى عنده ال 6 functions دول. طيب. وجيت عملت class تاني. اسمه طيارة. add new class. ايه فيها ايه صح? الطيارة قلت انها بت implement اي موضول هي بتعرف تحرك. وكمان بت implement اي ايه? بتعرف تطير? هي بتعرف تحرك وتعرف تطير صح? مع ان if liable كان فيها ال functions. بس انا ما عرفش انا عملت ايه? انا implemented الاتنين. فانا دلوقتي لو عملت كده implement. وجيت عملت implement تاني. فطبعا دول ما زلوا لي كام function. الاربعة. وعملت implement تاني live liable. ايه اللي هيحصل? مش حيزة على حاجة. راح مزود لي الاتنين ايه? اللي هم قصين بس. ليه? لانه كده كده مش شارع مع علاقة function من نفس الاسم ونفس الشكل. فهو راح مكمل عليهم اللي ايه? الاتنين اللي بقى ايه. فهو ما استغربش ولا حاجة تسرب. عندي مشكلة هنا. ايه? فيش تكرار بلا حاجة تبين? ايه اللي بيعمل الانترفيس مش لازي يبص على كل الانترفيس عشان يعرف هو فيه function اسموه ايه. فانا عملت انترفيس واحد تاني عمل انترفيس تاني. بالصدفة كان فيهم اسامي نفس الريه? الفنكشن. لما جيت انا implement two interface. نزلي المشترك اللي ما بينهم. دي يعني مشكلة فيها دلوقتي? لا. مشكلة ايه انت بقى? لو انا قلت لا ده الطيارة وهي بتتحرك على الارض الفوق الريت بتاعها غير الريت ويه طايرة. ده الريت ويه طايرة دازم تلف واجناح هيطلع لفوق ومش عارف ايه اللي يحصل. فمختلفة خالص عن الريت ويه على ايه? على الارض. فانا عايز يبقى عندي اتنين function بالريت. واحدة هي طايرة واحدة هي ايه? على الارض. طبعا اعمل الكلام ده ازاي? قال لك النوع التاني من implementation. الاسمه ايه بقى? اه. اكسبليست implementation. فانا لو جيت اعمل اكسبليست implementation لأي واحد من الاتنين دول هتلاقيش اكلاه بقى غريب شوي. اول حاجة لاحظت انه ما حطاهاش public. هي ايه? هي ايه? هي ايه? وبالتالي ما قدرش اكلمه من الطيارة ده اكسر. يبقى لو جيت كاريت object من طيارة. اهو. plan. P تساوي ايه plan. P.A. شايف ايه function? ليه? لانهم كلهم private. يبقى مش اقدر اكسسه. بس لو اعملت كده. I مغبول. اسمه I. وقلت له بيساوي P. اقدر اقول له I dot right و left و for مش عارف ايه? ينفع صحب? ليه? لان انا بكلم الانترفيس والانترفيس بالنسبة له هم public. فانا اقدر. والديناميك بايننج موجود. فهو الواحدة هيروح يعمل ايه? هيروح يندع عالطيارة. فين الطيارة? اهي? عالطيارة الفور بتاعة IA. عشان كده اطر يكتب انها I مغبول. ايه? فور. فهو الواحدة هيروح يندع. ولو عملت implementل التانية هتلاقى هنزل لي الستة كاملين. I flyable back و I flyable right و I flyable مش عارف ايه فهو هيفرق ما بقوا هم هحطوهم private. يبقى انا مش هكالي الطيارة ويقول له فورد فيطلعه هبط. انا لازم اعمل انترفيس اخليه على الطيارة. فانا لو عمل الانترفيس من I moveable يبقى عنده على حاجات ايه? I moveable. لو عمله من I flyable يبقى عنده على حاجات اتلاقى ايه? عملهم اهم? عملهم عادين ليه? اه عملهم عادين ليه دول? قال في تكرار? الان ان هما يكرارهم? فما فهمش فمش في كلا اعملهم ايه? طب انا عايز اعملهم بالعافية اكتب يا حبيبي عادي خالص. هو على فكرة مش لازم اجنريت. احنا من اجنريت عشان نساهل على نفسنا لكن انا في الاغلب باكتب ايه? الكلام ده بقى دايق. I flyable. بقوله هنا ايه دوتة ايه? فيش مشكلة خالص. ان انا برضا هعمل لها ايه? هعمل لها اكسبليسيت لو انا عايز. وممكن بعضهم انا مش عايزي تكرار. left هو طاير او اه او فورد هو طاير زي فورد هو في الارض. فانا مش عايزي بقى ايه? اكسبليسيت. فانا ممكن اجي على دي وبالزات واخليها ايه? امبليسيت صح? مش لازم كلهم يبقوا اكسبليسيت. ممكن يبقى بعض الفونكشن اكسبليسيت. وبعض الفونكشن تاني ايه? امبليسيت براحتك. ايه فور وفور يبقى دي كلها ملاش ايه? ملاش لازمة. وممكن اعمل الفور يبقى واحدة ديفولت. والتانية عملها اكسبليسيت. يبقى لو معي الطيارة وعمل اه فور يبقى بيتحرق خلاص. ماشي? ايه ابرحتي انا اللي متحكم في الايه? في الموضوع. ماشي انا لو مشلت اي موضوع اكسبليسيت ايه? لا شلت ايه? اه امبليمنت مش انهارت. ايه امبليمنتش اي موضوع ايه امبليمنتها اصلا. ماشي? فلا امبليمنتش اي موضوع ايه امبليمنتها اصلا. امبليمنت اي فلايبول بس. ينفع اكتغناء اي موضوع? لا. هي اكسبليسيت لمين? للانترفيس اللي انا با امبليمنته. يبقى التاني اللي احنا بنقوله ايه? احنا عدنا نوعين من امبليمنت الانترفيس. النوع الاولاني اسمه امبليسيت امبليمنتشن. نوع التاني اسمه امبليسيت امبليمنتشن. ليه عندي نوعين. لو انا مش فارق معي وهو كده كده بتتحرك قدام وخلاص وباكورد وخلاص وفور وريت وليفت مش فارق معي طاير ولا مش طاير. الاتنين نفس اللي ايه? وبالتالي انا مش هيفرق معي لو اتكرره يحط واحدة والسلاة. لكن لو انا فارق معي ان لو اتكررت انا هعمل ديه بطريقة او ديه بطريقة ساعتها بعملها ايه? مش لازم طبعا انا ممكن اكتبها بادي. لو عايز حاجة باكتب وبعملها على طول. لو عايز حاجة باكتب باكتبش وبخليها وباكتب له ايه? اسم الانترفيز دوت اسم ايه? الفنكشن. يبقى انا كده بقى بتاعت الانترفيز الفلاني. او بقى بتاعت الانترفيز الفلاني. بحدد انا بقى ايه? فنكشن في الاتنين. الامبليسيت بندها عن طريق الابجيك دايركت. في دوت اهي. في دوت على طول ايه? فور. شايفهم? دايركت. مفيش مشكلة خالص. لكن الحاجات الامبليسيت ماينفعش عمدها بارك. ليه? لانه عنده اتنين. هيطلقوا بط. حين دا على دي ولا دي? لازم احدد له حين دا على دي ولا دي. احدده له ازاي? عن طريق ان انا بعمل. من الانترفيزة خليه شاور على الابجيكت. وبعد كده عن طريق الابجيكت. لما اجان دا يبقى هو حين دا على مين? على الليفت. بتاعة الاي موبل. اشمعنا عشان الانترفيز ما هو ايه? اي موبل. لانه اعمل الرفرنس من نوع اي موبل. وبالتالي هيعرف هو حين دا على ايه فونكشن في الاتنين. مش هيطلقوا بط. ناشي. فهين اوه تعالى نكمل اوه تعالى نجرب نتأكد. انا الفور اهي. تعالى نكتب consult. دي دي. فور. فور والسلام صح? مش فرقة. لكن دي. كمترول سي. حنكتب هنا دي ايه? plan. اي موبل. باك. صح? دا الباك بتاعلى ايه ايه? موبل. ودي. اي موبل عليه. رعيه ? بسنطف اهي لأهي؟ этот ايه 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 وليه. لأهي office. حودي ايه ايه الل Capt. ايه ايه وليه. لأيه وليه. وهي ايه ايه لأهي. Gucci. ايه ايه وليه. 있어요. لايب الرايت ودي ايفلايب الوايه ودي مش ايفلايب الواfounder الراف حاجة ودي ايه ودي ميش ايفلايبل ولا حاجة ايه بالعباء form ونخلاص يبقى تاني لو انا جيت هنا هو انا عندي بارك دي بتاخد اي مو مو بل ينفع باطلاتها يارا منفعش ينفع ينفع يبقى بارك هو تجعل ايه البي ايه يبقى ساعدها هيندي على ايه فور والرايت هيندي على مين تعالى هنشوف الفور كان بدي فورت لكن التانية كان بديبات مين فهندي في فرع ان هنبقى على بتاعت اي ايه مو مو بل لانه خلاص انا بعت الوجودة ايه مو مو بل فهندي على الفونشن بتاعة الرايت بتاعت الاي ايه مو بل طيب له انا بخليها اي فوايابل كده كده بفور ايه هياوا لكن الاي فواي هندي على بتاعة ايه اي بالريد بتاع اي بل يا بي فرع عن طريق الايه الريفرن Rare لو ايه؟ لو عملتها اي موفيبل ونذهت على ايه قدام هل في عم زوج؟ في الاي موفيبل همضخ يعني ما فيه شوهة الكونترك ده اتفاق الحاجة التانية انا عايزين نقولها على الانترفيس بيلد بيلد ممكن نجي هناو في الاي فال وبالتالي يبقى عندي ايه؟ طب يبقى عندي الاربعة دول مش محتاجهم ايه انا ممكن نعملها ايه؟ كده وخلاص تعال نجرب تاني اشي لدون انا هيمليونت ايه؟ ايه فلايب بس تعال نعملها ايمليس لهم هيطلالي ايه؟ اب وداون وفور وباك ورايت وليفت عرف من ايه؟ اه ده اي موفي لو بالتالي ينزلوا الاربعة ايه؟ فانكشن وزال عليهم الاربعة ايه؟ فانكشن دول كأن دور اسم من ده فنزل عنده الاربعة فانكشن وكملت علي طيب لو انا جيت قلتله لا ده اكسبلشيت وإمبليونت ده إكس بلسيت وده إكس بلسيت هعمل ايه؟ هل نازل زيادة؟ لا ليه؟ لأن انا ما قلتلوش، انا ما قلوه ده هو ايموبه، يعني ايموبه يعني الفورة هي بتاعة ايموبه، هو بالضبط هل هي كده؟ لو هي كده يبقى ده صعب يبقى فعلا مش هيكرره لكن لو عايز هنا يتحرك الطيران الرايت بتاعه بتاعه الفورة بتاعه الباكورة بتاعه مختلفين على ايموبه، يبقى سعيدة كان لازم اكتب الربار فونجشن فين؟ هنا؟ او ستة فونجشن هنا؟ يبقى القرار قرار، انت اللي بتقول والله ده ممكن ينفلونتهم بطريقتين؟ ولا لا ده انا هقول ايه؟ هي كلها شكلها زي بعض ناشي اراكنا الانترفيس؟ حد ده عام باسئلة؟ هو ده لو مثلا عملت الطيورة دي فعلا بس عايزة بس انا عمل ان هي بتاخد الباكورة بالشكلة؟ عايزة ما يبقاش فيها باكورة؟ يبقى ساعتها من فعشة يبقى هي ما بتعرفش تتعرك لو بتعرف تتعرك بلازل تباكورة ياخدهم كلهم على بقى ياخدهم مش كلهم على بقى إذا ب لا تنتجد باكورة متعرفة الوقت البي لما نعمل بلد ونحن بي لتتعرف هشوف مين هم مين؟ الحقيقة على البابك الكببس؟ هل في حقيقة بابكة من عملك كلهم اكس بلست؟ يعني انا كلهم في الروس بي لذي نكتب قال لي ايه? ليه عم? عشان دي بقى يبقى يبقى لازم اخليها بوبليك لازم اوضبنا عنه. بل بل. لازم خليها بوبليك. مش في ايدي خلاص مرحبا لازم. لسه يقدر اعمل ايه? اكسبليست فخليها برايب. ممكن خليها بوبليك? طب تعالى نشوف كده. ينفع خلي دي بوبليك? برضو المفوض لأ. ليه? لانه هيطلق البط. انت عمل اكسبليست. مش كده? عندك اتنين فونكشن زمون باك. لو خليتهم من اتنين بوبليك. هيندع على مين فيهم? لها اسم ايه? ده ملايهش اسم. ده هو الاول انترفيس او الريفرنس من نوع الانترفيس ده هيندع على دي. لكن ملايهش اسم. هي اسمها ايه? باك. فما ينفعش برضو خليها ايه? انا مجبر اضمن عني. اه 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 انا جربنا الكلام ده شلنا اه اه وهنزلهم اي موبول واي فلايبول عشان يقول لك ان ده ايه? يعني هو ليه ما نزلهمش? اندوب. ليه ما نزلهمش اسمهم اي فلايبول? عشان مش بتوحق. عشان يقول لك ان هم مشكلهم هيبقى كده يبقى مفيش نوعين هو نوع واحد. هي فور واحد. عشان يقول ايه? وهزا ايه. حلا حدا عنده اياا سئلة؟ طيب طالن شوف? الاكسيبشن. يعني ايه اكسيبشن? شفنا كتير اللي هو رون تايم ايرو صح? اكسيبشن هو الرون تايم ايرو. او التلتة اسامية دول لنفس الحاجة. بوج رون تايم ايرو اكسيبشن دول نفس اللي ايه? شفناه كتير الاكسيبشن وحنا شغالين يقول لك او الوينتر انت خرجت برا الاندكس بتاع الوينتر ويدروك في وسط البرنامج كده ووقفني عن سطر معين وانا بقرن ويقف للمشكلة في الحقيقة الفلانية. فلا اسمه ران تايم ايرو. بيدرب في الرون تايم مش في البيل estre بالاشيبشن. ده بيدرب لما ران. الاكسيبشن ده برا عن ايه؟ او برا عن آآ کلاوس يعني تعالى نعمل انا اه او اوполне اعلا نعمل احنا ايه؟ في الفلان في الانترى بوينت ايه. لو انا جيت في المين كده واملت انتجر اسمه اكس بيساوي خمسه teste مب台ان. زيرو. هيرضى ولا مش هيرضى? مرداش? ازاي ايه? ده صح? لكن اقولت له على اسم وي. وقلت له على وي. هيرضى ولا مش هيرضى? برضو مرضيش. ليه? لان الواي ما خلتش بالي. طب لو عملت كده. راضي? ما شافش لان الواي دي انا ممكن باخدها من يوزر. ممكن تتغير في ايه لحظة? فما قدرش يعتمد انها دلوقتي بزيرو فيقولك انه لكن لما ما هتطلاش قيلة خلص قالك يبقى كده كده ايه? لازم تأسينها الاول. طيب. لما عملت كده ورن ايه اللي حيحصل? اه ده اسمه ايه 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 اللي حصل? قال لي ان انت بتحاول تقسم على ايه? على زيرو. وده ما يصحش. ده ما ينفعش. يصحش كده. ماشي? ما ينفعش ان احنا نعمل الكلام. فاحنا مفروض نعمل ايه? ما نقسمش على الزير. طيب. ايه الاكسيبشن ده اهندله ازاي? انا عايز اهندل الاكسيبشن. يعني ايه اهند الاكسيبشن? انا باخد الواي دي من الانديوزر. فانا مش ضامن هو هيدخل كام. فانا مش عايد لما يدخل صف اروح موقف البرنامج فوشه واضلق له ايه? يعني تعالي بص لو انا برانة عادي انا عشان باديباك بيوقف دي كده. لكن انا برانة عادي هيطلع للبرنامج بالمنزر ده كده. هيوقف ويقول له ايه? يقول لك البرنامج هنج. هو ده الاكسيبشن. البرنامج هنج ده معناها ايه? ان فيه اكسيبشن. فيه مشكلة. فلو عمل كده اهو. يبقى معناها ان البرنامج كان فيه مشكلة مش معمول لها هاندلينج. هل هو مفروض اضل على الانديوزر الكلام ده كده? ولا طلح له شكلها نظيف. اقول له رسالة مثلا انت بتغسي مع الزيرو. انت مش عارف ايه انت غلط. افهم مشكلة فين? لكن ما ينفعش اوقف له ايه? البرنامج خلص كده. طبعا اعمل ايه الكلام ده ازاي? لو انا رانة بيوقف. بقوة البرنامج عشان انت اعارف ان انت بتديفلوبي. لو انا برانة او رانة الايكسي على طول. فحيدلعلي اللي ايه? هيوقف في البرنامج. ماشي? فانا مرة التانية رانيت كده هون. رانو يزاود ايه? فحيوقف كده هون. ماشي? ايه. ففي حقية اسمها هاندلينج الاكسيبشن. الاكسيبشن من هو ادرب اصلا. هاندلينج الاكسيبشن انا بقول له ايه? تراي. حاول تعمل الكلام ده. لاني مش ضامن. انا باخده الاي من اليوزر مسلا. فانا ممكن يدخلها بزير وممكن يدخلها برقم صحيح. انا عايز ايه اجرب. هل ينفع الكلام ده ولا? وبكتب كاتش. اللي انا بعمله ده اسمه ايه? هاندلينج الاكسيبشن. يعني انا بقوله هتصرف ازاي لو الاكسيبشن ضرب. هاندلينج الايه? الاكسيبشن. فلو الاكسيبشن هنا ضرب هيروح ينط ينفذ الجوه الكاتش. يبقى بيتراي. حاول تنفذ ده. لو نجح خير وبركة. ما اقول له ما زل ان ايه? دوت رايت لاين. دو بايت باي زيرو. ما ينفعش ارر. بس البرنامج كده مش حيوان فيه. يعني تعالنا رن. هل برنامج اعمل الاكسيبشن? لا. رح مطلع له ايه? دخل عالكاتش. ونفذ اللي جوه الكاتش. فطلع له المشكلة ان ايه? دفايت باي زيرو. ولو رنيت عادي خالص من غير دي بانجين برضو. وحيعمل ايه? نفس الكلام. يبقى البرنامج كده بيرن عادي. ما بيقابش. بس بيطلع بعمل تصرف. بهاندل الاكسيبشن. بتصرف فيه. بقول هعمل ايه لو الاكسيبشن حصل. ده اسمه ايه? يبقى فيه ما بين الاكسيبشن. والهاندلينج بتاع الاكسيبشن. الاكسيبشن هو المشكلة نفسها. هاندلينج الاكسيبشن انا هتصرف ازا ايه لما المشكلة تحصل. فهو ادي البرنامج اهو تعالى نجرب نكمله شوية. فانا هاخد ده من اليوزر. من اليوزر. وهقول له انت دوت ايه? وحقول له قابليها ده خلي تلاتة اشتغل? اه عادي. تعالى نتبع له في الاخر ايه? اديش الاخر في التراي طبعا. ده اكس. فانت. قلت له تلاتة فقال لي ايه? بواحد. فانت تاني. قلت له اتنين. فقال ليه باتنين? راني كمان? يبقى البرنامج شغال اهو. لما قلت له زيرو. فالاكسيبشن حصل راح نقطت على الكاتش وننفذ ليه? في الكاتش. فالدفولفور السعاد بيعمل له حركة وطيفة جدا. بعد ان يخلص البرنامج كله ورح حطه كله في ترايو كاتش ويخلص دمام. يعمل بالغرفة. صح? انت دوجه قلبي ليه? فلو حطوا البرنامج كله جوا ترايو كاتش يبقى كلا عمره ما ايه? عمره ما حيدرق. والكاتش ما يعملش فيها حاجة. فالبرنامج شغال زي الفل. بس ده طبعا من صح. ممكن اعمله في الاخر خالص. انا طول ما انا شغال انا ما بعملش ترايو كاتش في البرة. انا بشوف المشاكل عشان ايه? احلها. لكن لما اعمل ترايو كاتش هشوف المشاكل اكيد لا. وساعة ده لما باجي اديبلور عند الكوينت فعلا بعمل ترايو كاتش على البرنامج كله. بس في الكاتش بعمل ايه? بلوج الايروس. بلوجها عندي في داتا بيز عشان اما ارجع ايه ابص عليها واعرف المشاكل اللي حصلت عشان احلها. مش باسبها كده والسلام. لا مش بخبه على اليوزر يعني. انا مش عايز نضرب في وشته بس في نفس الوقت اعرف عشان احل ايه المشاكل اللي عنده. الديبلوبر لما بيحب يبعت معلومة الديبلوبر بيبعت هاله عن طريق يعني. احنا كان في بعض الفونكشنز كنا برجع له بوليون. دلقى صح ان انا ارجع له خلي بالك اه حصل او ما حصلش. بس بنفس الوقت كان ممكن ارجع له حاجة بدل البوليون ان انا نميله اكسبش. زي مثلا الاستاك. الاستاك لو هو بيبوب والاستاك فوق والاستاك فاضي. مش لازم اقول له ان انت بتحاول تبوب والاستاك فاضي. او زي. يا اما عن طريق البوليون. يا اما ارميله اكسبشن. هو هيعرف من اكسبشن فيهندله براحته. يا اما هيعمل حاجة اسمها الديفنسيب اللي هو ايه. انا دلوقتي مواسق من الواي ممكن تبقى بزيرو صح? فما لازم اعمل مش كان ممكن اعمل كده. ايه اعمل الكلام ده صح? مش احصل من مش ده برضو بس بطريقة محترمة. ده لقى صح ان انا هندل المشاكل. كده بلد. لكن ده عشان في الاخر احتياطي لو عندي ايه? مشاكل اكبر ومش عارفها ومش هشوفها لان انا عند الكلينت. فبعمل ترايو كاتش عشان الوج الاروز. لكن الاصح ان انا دايما انا هندل ايه? ده مسموه دفنسيب بروجراميج. ان انا بدافع عن البروجراميج بتاعي. اه اه. بقعد اعمل كتير. بزبط كل الكنيشنس بتاعتي. ما بعملش والسلام. ما انت لازم. ما ده الحاجة حصلت لازم تحله. لا. هل كل الحالات هيتحلوا زي بعض? اكيد لا. فلازم اشوف كل المشاكل عشان احل كل المشاكل عشان ما يطلعش ايه? ما يطلعش مشاكل اكبر. فانا ممسكهم واحدة واحدة واشوف المشكلة ايه? احلها. المشكلة ايه? احلها. كل الكيس از اللي ممكن تحصل. انا بأسل. يبقى انا خير من ايه? دفنسيب بيزيب على ضوط. مفيش حقي تانية خات منه. طيب. كمان جميل. يبقى ده القصحة عادة. ما بعملش ترايو ايه? ترايو كاتشب بعملها في اخلق. بانا من كده الاحتياطة. تعال نعمل مرة كمان. للمرة ماليونه ازجيه agar. عادي ان نتواف ثلاثّ ذا ايه? انتجر اري اسمها اي حاج وبعد كده انتجر سايز وبعد كده انتجر top وفستاك وبعد كده ستاك كونستركتور اللي بياخد انتجر اندرسكور الايه السايز وجه وهعمل ايه هخلي الار بتساوي نيو انتجر اري بالايه وبعد كده هقول له top وفستاك بيساوي زيرو وايه تاني بيساوي وبعدين اعمل كمان كونستركتور اللي بياخد انتجر ما بياخدش حاجة جوه مش هعمل حاجة واعمل على زيس وبعث له ايه عشرة وبعدين مش كده نعمل بوش الارو بوش بيرجع حاجة وهو نجح ولو لأ ضلق صح وبعد كده بتاخد ايه ممكن اراجع وممكن اعملها زي ما عمل لها في الاول فانا هقول له بياخد انتجر وجوه هعمل ايه طبعا هعمل المين في السايز مش محتاجين غيره بالمرة الجت هدفين السايز الست هنعمل ايه الكلام الكبير اللي احنا عملناه اللي هو هعمل ايه ايه ان الفاليو اكبر من الطوبو في ايه اكبر من او يساوي سايز هعمل ايه كلنا هنعمل ايه ها ايه حاجة الاري جديدة فاكريني بتساي نيو انتجر الاري بالفاليو وبعدين الف عليها من اي لواية الطوب او في استاك املى في القرية بتاعات التمب وبعدين اخلي الار اول بتساوي ايه التمب موظهرة كده المفروض يعمل ايه ها مفروض يعمل له ايه كان في بعض الاحيان بقى مش عارف اعمل ايه صف كنت شو بعمل حاجة بخلاص لكن هنا انا عايز اعرف ان في مشكلة ان السايز بقى مش مزبوط ما ينفعش تحجز بسايز اقل في داتا ممكن تروح طب اعمل ايه بقى لازم يعمل نهرب grapp cd اعمل نهايه المرات اعمل نهرب اعمل amper اعمل ان يعمل ي bezel ان اذا يعهفتك اعمل علي احOOD اعمل هار اعمل اعمل راجوب اعمل كطب احمل اعمل اخ metre اعمل اعمل في كل اس md جان الاري و يسبب اسمي اعلم اعمل ا KENNETH EZ فاذا اعمل اعمل Ruiteniz دين اعمل اصلاحه اعمل ؟ Cdjد اعمل اعمل اسم ان يجد عublic superhero عارف ايه? ده كمية ايه? مهولة. وانا مجرد ان انا كتبت اكسبشن اهو. فورمات اكسبشن. مش عارف اه اكسبشن اه انجن اكسبشن. كل دول ايه? او شفنا عابل كنا من ايه مرة. ده كلها طب انا هارمي معاي نوع. في بتاع كل اسمه ايه? كلهم بيانهرتوا مني. فانا ممكن اكاريت من ده. وفي عمدي بتاع بياخد ايه? واحد فاضي واحد بياخد ايه? الرسالة اللي تطلع للايه? للديبلوبر. واحد بياخد الرسالة ومش عارف ايه تاني. فك ايه انر اكسبشن? شوان? او يبقى رسالة. كفاء الرسالة? هاي? ها? size is too small. يبقى لو حاول دلوقتي يغير الsize تعال اتجرب في المين او. لو حاولي غير في المين. دلوقتي ايه حاجة وقت على النامي ده. وجيه عامل ستاك. اسمه اس. بتساوي نيو ستاك. حاجة زب عشر. وبعد كده قال لي اس دوت بوش. احنا عملنا البوش. احنا نشغل البوش الاول. بوش هيعمل ايه? ايه? top of stack. اكبر من ايه? اقل من الsize اا اكبر من زيرو. هيعمل ايه? يبقى حيقول لي ان top of stack. او او ايه? انا ستاك. هيا ايه؟ مازبوط. اهى اعملت بوش خمسة. وبعد كده عملت بوش لسبعة. وبعد كده عملت بوش لتسعة. وبعد كده قلت له ماشي كمان بوش ايه? لخمسة. وبعد كده قلت له اس نقط سايز خليها بتلاتة. انا مليت اكتر من تلاتة. وعايز اغير سايز باي ايه? اذا في جزء من تلاتة حيضيع. اه. اه. لو رنيت بوقيت ايه اللي حيحصل? مرماش يكسبش لنهي. نعم. اه. خلناش سايز بال باليو استم. اقل من بس. اكبر من بس. مش كده? تلاتة. تلاتة بقى زيره واحد اتنين بس. صح كده? تاني. ايه ده? لأ علمين بس صح. هو ليز علان? اه لأ دي اكبر من اوي سيه صح? احنا مزودناش زودنا. تعال نشوف المشكلة فين. مش عارف المشكلة فين. تعال نتريس. ادي سايز ايه? حط ورن. دخل. طبف سايز بكم دلوقتي. بزيره. طبف ستك مزدش. لا زودنا. انا ببوش. اصغر من ايه? الصايز. مش كده? رن. طبف ستك بقى بكام باربعة مزبوط كده. طيب شير البركبوينت وكمل رن. فقال لي ايه? انا مش هشوف ده. انسى ده خالص. دلوقتي ستوق. تعال نعمل ايه? دباج. رن وزود ايه? دباج. قال لي ايه? وقال لي ايه? يبقى دي المسج اللي انا كنا ابتهى ايه صح? يبقى الاكسبشن لما بيترن او بيتفاير هو بيجيب له المسج اللي المفروض ايه? تطلع له. فهو هيبعتني المسج دي. فانا بقى بقدر ايه? اهند للمسج دي. طب تعال نعمل ايه? هند للاكسبشن. فانا حاجة هنا اقول له ايه? try. الكلام دوت. catch. ممكن اكتب اي حاجة. لو انا في catch عايز اطبع لليوزر الرسالة اللي ترابل في الexception. اطبع حلوز زي. قال لك بص في catch ممكن تعمل حاجة لطيفة ايه او. اكامل catch دي function. تاخد حاجة من نوع exception اهو. انا بقعدت exception ده اللي هو بتاع كل الexception صح? يبقى ينفع يبعت له اي object من exception? through بتكاريت object. بتبعته للobject ده. انا بعملت through بعت الobject في ايه? في الايه. يبقى انا لو عايز اطبع ايه. ايه. هلاقي ان في حاجة اسمها message? يبقى انا كده احطبع ايه? المسج اللي انا حضرتها اهو. تعالى run. تاني. through بتكاريت object من exception ترميه صح? ترميه مين? للكاتش. كأنها فونكشن يعني كأنها عملت للكاتش صح? وبتاخد object من exception يبقى انا بقعدت لها الobject اللي انا عملت له ايه? through. فبقى الايه ده هو الobject اللي انا كريبته. لما اقول له ايه. يبقى انا كده المسج بتاعة الايه اللي انا كريبته يبقى هيرجع ليه? المسج. هاي سايز اس تو صون. دي الرسالة انا كنت كتبها صح? ايه. يبقى انا ما كريبته object. الobject ده هو اللي راح اترمي فين? في الايه. يعني ايه? يعني انا مثلا في الهولدر عاكت للصائز هنا وبقى تو سمول احاجة. ده انا مش عاكت لقصني. عايزة احاجة. هتلاقي اغلب الحاجات بتقولك ازا كان بيرني exception او لا يعني. يعني المفروض انها هتلاقي في الهلب بتاع الحاجة. هيقول لجباها والله دي ثرو exception نوعه كده. خلي بالك. ايه? انا مش فاكر ايه اللي فيهم يرموا exception زي مسلا ايه? ايه? انا عايز function من function عايز بيحسن. هنشوف او احنا شغالين اكيد. هتظهر يعني. نعم? mass dot divide مثلا. شايفة بيقولك exceptions. divide بايزه ايه? فانت ايزة احيط الexception دي فاكرين الهلب? انا ممكن اجيك اتبع مش ده كده بيرني exception فالمفروض ان انا ما اعمل كده. واقوله كده ايه? exception. نعم مش كده. exception. واقوله ايه? اسم الexception تليما بسير ايه? مش فتأكد ايه? تعال انا نجرب اهو? لو جيت اقوله اس.size قال لي exception اسمه ايه? فدي كده لو انا عايز اظهر للناس ان فيه exception في ال function دي او ال property دي باكتب له ايه? في الهلب بتاعها ان فيه exception. ده اللي بيظهر تحت. مش فتأكد اسمها تقريبا. ماشي? الى تاني. الexception عبارة عن ايه? هو عبارة عن في الاخر class. من اي class? اقدر. المهم انه بينهارت من حيه class كبير اسمه ايه? exception. جوا ايه? class عاد. جوا member variables وجوا functions وجوا كل الحاجات اللي انت عارفنا دي. فرق الوحيد في الexception انا اقدر اعمله through. للاكسبشن. ده كارية object من الاسمه عن طريق كلمة ايه? through. through دي بتعمل ايه? بكارية object وترميه توقف البرنامج خالص عشان كده حصل ايه? مشكلة. وعشان يدي فلو من يعرف ان فيه مشكلة عشان يبدأ يحلها. ال try and catch ده اللي عبارة عن handling للاكسبشن. ان انا بعد ما اترامع exception انا عايز اهندله وابا اهندله ازاي عن طريق try وايه? وكاتش. وقمنا انها في ال catch ممكن اكتب من غير حاجة? لو انا عايز اهندله خلاص? لو عايز اهندل exception بعينه واعرف المسجر اللي جواه انا مقول له catch واخد ايه? ال exception. ال catch انا ممكن اعمل كزا catch. ازاي يعني? يعني كده. لو انا عندي حاجتين هنا. عندي مسلا انتجر اسمه واي اهو. بيساوي zero. وعندي انتجر اسمه اكس. بيساوي الخمسة على ال y. كده انا عندي كم exception هيتفاير? اتنين صح? ده وده. انا واحد اللي هيتفاير الاول. اول واحد. يبقى ده اللي هيتفاير. لكن ده مش ايه? طب لو ده ما اتفايرش يبقى ده ايه? هيتفاير. ممكن اعمل كزا catch. catch في حالة انه كان divide by zero exception. يبقى هو هيدخل هنا لو كانت المشكلة كانت في ايه? divide by zero. وهيدخل هنا في بقية ال exception. لان ده بتاع كل ال exception ينفع ايه حد يدخل فيه. يبقى انا لو رامنت تاني هون كنت عامل push تلات مرات بس. هل دي حتضرب? ولا دي اللي حتضرب? عملت push تلات مرات ايبقى في مشكلة لماذا غير الثلاثة? مفيش. يبقى اللي تحتاج ايه اللي ايه? يبقى حيدخل فيه. اعملها كده control c. iron dot message. طلع لأيه? قتمY divers by zero. طب لو كنت' خلفت ه هيدخل على اني واحدة? ليه يدخلا على التاني? لعنى النوع بتاع دا لما ده ضرب? ده ما كانش ايه? فهيبقى على ايه? على اللي بعدها. هل هو اه? يبقى هيدخل ايه? في اللي بعدها. طب لو انا خليت دي قبل دي. ينفع? هقول لي ايه? ما ينفعش. ليه? لان كده كده اي حاجة هيدفها تخش ايه? هنا يبقى دي ليه لازمة? يبقى الترتيب مهم. هو كده كده بتاع كل يبقى اي ينفع يدخل هنا. فمنفعش تعمل الاعمة ثم الاخص. لازم الترتيب الاخص ثم ايه? ثم العمة. clinician ما ققل ايه نوع الاتنين ب毒 meekceptionها. بس ده من نوع ده من نوع. ده بنdrive exception نوع ايه? exception. ده بنذهه exception نوع ايه? different by zero طيب دللپيرن بتاع كل الخطن دلپيرن. يعني كل هم about cities okay smoke it very much if one 전. يبقى you free it. yep ينفع يدخل هنا ام لا? مش ده الفيرن بتاعه? والتاني ينفع يدخل هنا? اه لانه الفيرن بتاعه. يبقى اللي اتنين لو ده فاير او ده فاير ينفع يدخل هنا? يبقى ده ايه لازمته? ملوش صح? لكن لو عاكستها لو دفايت بايزيرو ضرب حيدخل هنا الاول. لو اول واحد اللي ضرب. هل هو دفايت بايزيرو? لا. فيبص على اللي بعد. هل هو اكسيمتون اه يدخل. فانا ممكن اعمل كاتش مليون واحد ورا بعضه. مش لازم واحد بس. بس مع اول اكسيمتون بيناقي. يبقى انا لو عندي شوية كوت كتير اعملهم في تراي. شوية منهم انا شاك انهم ممكن يدخلوا بايزيرو. شوية اوتو فرينجي وشوية فانا بعمل كزا ايه? كاتش عشان بتاعه غير ده غير ده غير ده غير ده. فانا هندل هنا الطريقة وهنا الطريقة تانية وهنا الطريقة تالية. زي ممكن. بس اصح ان انا عملها ايه. ما بيكمنش بقى. في الاخري. ايه? اه. ايه اكتب اللي انت عايزه هاني? انت حور? انا لازم استخدم المسج السبت. هي هو اللي كان في الوبجيكس اه? فهو اللي حط للمسج. انت عايز تغيرها غيرها? ينفع غيرها من هنا اي وان دوت اعمل لها بس البروبرتي اعملها سيت و جيت ولا جيت بس? جيت بس. يبقى ينفع غيرها? لا هو عامل البروبرتي جيت بس. ممكن جوة اقول له لو سرور كزا خلي ميسج كزا او كزا خلي ميسج كزا. ما هو ايه كاتش هي انت عرفت الاكسبش. عايز تطبع ايه حماية انت حر. ولا لازم تطبع ميسج? اه. طيب. في ايه تاني ممكن اعمله? خلي بالك ان انا ممكن جوة اعمل تراي تاني. عادي خالص. يعني مش لازم كلهم في تراي ايه? هيقول كاتش بتاعتها ايه? وينفع اعمل تراي من غير كاتش اصلا. صح? ولا ما ينفعش? لا ما ينفعش. لازم اعمل كاتش. بدنا اعمل تراي لازم اعملها ايه? ممكن اعمل ترايج اعمل ترايج واترايج واترايج. ليه ما الانهاية? اه. هيدخل في كاتش دي صح? هيكمل? يعني لو عايز ده يكمله يبقى حقا يكتب ايه? ترايجو. طيب. في حاجة اسمها فينلي? انا الحقيقى مش عارف ايه فايداتها اغلت هزيه اللي احصل. فينلي. فينلي دي ايه? معناها سواء دخل في الترايج او دخل في الكاتش هيروح ينفزه. يبقى كده كده هي ايه? هينفزه. طب ايه هم كتبتها بره مش كده كده هينفزه? يعني لو كتبت ايه كده بره مش كده كده هتنفز? لو فايدا فيها يكسبش هنحيض بمعادي خالص. يعني ما فرقيتش حاجة اللي هم كتبتها ايه. طب انا لغاية هزيه اللحظة مش فاهم ايه لازمتها حقيقا. طب انا نقفلهم هنا. تفرف ايه? يعني ايه لازمتها الفاين الا بالذات يعني ما هو بدا بدخل في الكاتش وانت عامل هاد رنج فبي كمل. طب ده بونس اللي هيعرف يوصلي ايه لازمته؟ هدينه درجة بونس. خلاص يا عم بونس ابقى دور وبقى ورهاني. ورهاني اجزامبل. ماشي? اه. هيدخل في واحدة بس. تراي فين? جوه هنا. فين? دي يعني. لا اعملها لي مثال. اعملها لي اعملها لي مثال. لو ضرب لو انا هتكون في الكاتش و ضرب في الكاتش هيروح اه هتكون ايوة بس هنافز الفايل. لو بيقافش. لا لو ضرب في الكاتش. لو ما عملي عملي. لو ضرب في الكاتش مش هعمل الفايل بطه. جربها. ها? ده قصدك? اه بشتبت بقى الكاتش اللي هي دي. اللي هي دي. ها? لا هي دي بس. لانه خلاص هندلها. مش كده فيه اكسبشن ضرب هندله? يبقى دي على بعضها حس ان فيه اكسبشن عشان يهندله? لا. خلاص خلصت. يعني تعالى نعمل كده اهو. اتنين. وجيت هنا قلت له الكونسل لترايط لاين اهو? انت متخيل انه هيطلع مرتين صح? لا بس مرتين ببعض. ببعض المرة اللي هو اكسبشن تاني اللي هو بتاع ايه? بتاع ايه? اه. 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 طبعا هيعمل الكسبشن التاني اللي هو مين? اللي هو ده? اه طبعا. في الايه? تاني. تاني. دلوقتي دخل اين اهو? دي وقفته ولا ما وقفتهش? لو دي وقفته يبقى حينوط على طول على الكاتش. يبقى كمان مش هيتنفذ. ماشي? يبقى دي لو وقفته ايه زي ما هيقف دلوقتي. قال لي ايه? دوس ملو خلاص اه? هلنفذ اللي تحت دي? لا. بس لو عاكستهمه. هنفذ الاتنين. لانه هيجي هنا الاول يضرب فينفذ زيه? وبعد كده يكمل لانه خلاص هندل الكسبشن. فهيكمل ينفذ زيه فتضرب فينفذ ايه? اللي تحت. اهي. فهيتلقى للاتنين. كاملنا الفرق? طيب. بفرض ان انا مش عايز اعمل اكسبشن جديد. مكانش موجود يعني انا دلوقتي ارى ميت اكسبشن من بينات. بس انا عايز اعمل اكسبشن اسمه استاك اه اوفر فلو مسلا. ولا استاك اس فل. اعملو ازاي ده. اه لك مو كلاس عادي خالص. اهو تعال اعمل كلاس. اد كلاس. هسمي ايه? استاك. اه فل. اكسبشن. اكسبشن. وبسميه ايه اكسبشن عشان الناس اطلع له السطر اللي حصل فيه مشكلة. فانا هعمل النمبر ايه? او الرو نمبر. نعملو نعمل نعمل كل اللي انتو عارفينه عن ايه ايه? كلاس. عادي خالص. واعمل اهو. نعم. يا عام انا عايز ست ست مش عايز شير. ماشي. اهو. وهعمل بياخد ايه اكبر حاجة. انت بس? ده بينهرت. اعتليه على الرو نمبر. وكمان ممكن ياخد المسج. ويعمل انهرت اناس بقى ما تنسوش. ما انهرت من حاجة ايه ايه? مش هرال اللي اعملها. مفروض ان انا عناقي اكبر واحد اشتغل عليه. بس انا هنشتغل على اصغر واحد اللي هو بياخد ايه? وابعت له ايه? ويتبقى الرو نمبر ايه يبقى الرو نمبر بيساوي ايه? هدي تطبيقه ايه? مظبوط. مش انا بانهرت? وعندها بعمل وعندها اللي ناسبني. فانا بيعطيقه المسج والتاني احطتها ايه? من هنا. وبعدين خلصت خلصت. ممكن اقول له سروز تاك. ان شاء الله. استكفل ايه? اكسابشن. بياخد مني ايه? الرو نمبر والمسج? الرو نمبر. هقول له الرو نمبر ده لقم كامل الرو ده? اتنين وتلاتين? مظبوط? يبقى لما اجي اا 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 اعمل له كاتشنج اعمل له كاتشنج زي ممكن اعمل له كاتشنج بقى بالنوع ده? واقدر هنا هو اطبع المسج تعالي نقول له هنا كده هو. اطبع المسج. واتبع كمان السطر. مش يلاقيه لايجوا اا البروبرت بتاعة الرو نمبر. عشان اعملت البروبرت دي? زودت. اه فانا ممكن للوقت ارى اونا منيت. هتطلع ليه? ده ايه? ايه? السطر اتنين وتلاتين. فانا لو بعمل عشان هلوجه فممكن تبقى مفيدة ان انا لوج اسم وفقاني سطر. فقاني حتة. اه? كل دي ايه? ممكن المعلومات تفيدني. فلا لاكسبش هوا كلاس عدى خلص. مفرش اي حاجة عن اي حاجة. عن اي كلاس حنا عملناها. كل عملية ان انا بقدر اعمل له ثرو في الوقت اللي انا ايه يناسبني. عشان احقلت فيه المعلومات اللي انا عايزة اوديها للدغلق. عشان يفهم المشكلة فيه. فيقدر يحلها. ماشي? حد عنده اسئلة? حد عنده اي اسئلة? صحت على العسم؟ او صحت على أيها اللبناط